السلام عليكم البنات كنت بنا تكونوا بخير وعلى ألف خير دريات خبطوا اللايكات فضلا وليس أمرا وندخلوا في الموضوع شوفوا مع احترام الجميع القنوات اللي قالوا أن السيدة حاملة ودك شي ولكن لنفرد تخيلوا دابا هاد خينة حقا حملات مع هاد هاد خديجة اللي معروفة بملاك لوكا وزعمه وما بغتش تطيحه حيث هو ملياردير ودكش هزعمه تقول نحمل منه مضمان ومستقبالي هو هاد شي كله ممكن ولكن اللي ماشي ممكن هو أن هاد السيد راوخه يكون حمار مغي يجيبش تال عدو حيث هي قررت انها ما تنزلش زعمه هاد الجانين اللي في البطن ديالها يجيبتال عنده الدارة اللي هي في بني ملال اللي هو كان فيها مصنع دياله ومع هاد الريات خرين وقصارة يجيبتال عنده وهاد الهايلارة كاملة ويبغي يصفي عليها هاب العقل هاب العقل شوفوا أصلا بعدها حاملوا وليما حاملاش ذاك الشيء الطيب الشرعي هو اللي غي غنعرفهم شنو كينو وش حاملوا وليما حاملاش حاليا المعلومات قليلة في هاد القضية ربما كيفما قلتك القانوات يكون عندهم مصادر ديالهم غير هيارة وقالة كان بغي يقتلها مغي يقفلش عدو وتاد جيموها وتعيط البوليس وتعيط السميتو وتعيط الهادها وتعيط الامبيلونس والهايلالة والدخل والكليمة والقاية العساس وقلت لي في نيطانه بيلتي وقال لها رعطانه بيلتي بنتك ما يمكنش كان متابقة مع القانوات اللي قالوا ان هاديك رماش يعيد ميلاد رح اقصى رح يصير رح باين انه ممكن تكون اوبردوز اهره ممكن ان هادك زواني زواني ممكن تكون حاملة منه ممكن غير هو باش بحقها حيث ما بغتش هذا شوية يعني حاجة ماذا ما تدخلش العقل مهم انا كمتتبعة او كتيرني يعني العنوان هذا الصورة المصغرة او كيفاش ما غندخل ولكن غنفكر مع راساتي فهمتو اه في ادان السيدة ممكن تكون نحمل معاه لما نحيدوش نبتزو هادا وربما هادا ضمن مستقبالي واخره ممكن يقول لها كنت يمكن عارفكش ها باش نكون مفاهمين شفتو ديك المرت المحامية ديك اللي كانت تخطبات المحامية دك اللي مرته محامية ودك الشي يعني بززز تتقلب المغريب سفعل عليه عدا وتشدات موت الدرية في الحبس وفطمتها ومزه في الحويج ارى لا مكانش اللي حاملة قاسر ارى صعيب ارى مش يا صافي اللي حاملة منه التحاليل وصافي وثالينة لا والدليل على هادشي اللي كان قول مش حال من واحد ما معتارفش بيب احنا كنا هدروع للمغريب مش حال من واحدة مسكينة بقعت هي ضحية والدرية والدرية معاها ضحية زي عمارة نحمل معاه غنزيرو كتزيرها راسة في الاخرة ورد يكون القاض والمراض كالتفارق تلقى الولاد مزيرينة هي اما الراجل الراجل اللي كان عيش معاك راه عيش معاك راه كي يقدب أولاد وما كان شرا صافي مقاعات حقه وحدة تحمل حقه باش تلصق ادي اودي مجوجين والعرس والنقافة ومعات شنو وتتولد معاه ومالي تتلصق فيه بالدرية فقاماكي شدوش الرجالة سواء راجلك سواء مكانش راجل كنا نقول لكم المهم نراجعوا لموضوعنا مازال المعلومات اللي كينا حاليا هي ذات باش متاهمين والتهم دي لد عبدالعزيز الشرايبي واللي هي كالتالي غرفة الجنايات الابتدائية بالاستئنافية ابن ملال تتابع عبدالعزيز الشرايبي بتهم التجار بالبشر عن طريق الاستغلال الناتج عنه وفات وهتك العرض بالعنف والمشاركة فيه والفساد ومسك المخدرات معناه حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وعدم تقديم المساعدة للشخص في حالة خطر ايوه حيازة المخدرات الصلبة وهان تلشيبو العاصيب قايدور يقلب عليه شو 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 العز والقبه اللي دوز في حياته كاملة والبرليمان يا حزراو وملياردير أصلا بلادك تشيري البرليمان ها علاخر ايامه ها علاخر ايامه مدور بيد الريات ها دك الشعاء شخلاوه طاليان كارني فريسكا به منها ليس بالحال لها ويمكن Load ما بين مختلفة هااااة اين serve ليعرف يجعل الحبس وهو بقي صغير الدنيان يعطي تهم كاملة وفي السن يعني مدوز مدوز الحبس هذا بالحمد لله يعني كان شوفه هو وخي يكون انه ما قاتلهاش وهو اصلا مكن نظنش انا واش قاتله ما عنده ما يدير بانه يقتلها وشالك كان قتلي ما غيكونش يعني مع سبق الاسرار والترصد هتكون ديك الفكرة اللي طاحت علي يعني ديك اللحظة ما علينا كنا الدريات كنا في دارها لي مسكينة يشتق قتابعها العيالات 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 ماذا بالحجره ما تلقى واش حزن عليه حيط المراي موت الراجل تحزن عليه اه يدير كسيرة تحزن عليه مرات تحزن اذي المرات المغربية تحزن عليه اما يوقع لي بحلكية وحاصل ومع الدريات وخيانة ودكش والله يمتعقل عليه تمتع لي بفلوسه وتصلي وتطلب لي الغارق والحجره غارق غارق قال الأم الأم سولت بدخلت الكليمة قلت ليه في نهية طنوبيلت بنتي سولي بنتك يلولة سولي بنتك يلولة كدير ذاك الفراش كدير ذاك الفراش شفتي بنتك العللة ما زال ما شافتيش يعني يا الله كدت منظرة في الفراش كدت تأكد بأن الطنوبيل ديال بنتها كينة أمه اللي أصلا باش دارت بنت هذيك الطنوبيل سن عشرين عام أنا منكدبش عليكم أنا بقات في الأم واحد شوية يعني مشي متعاطفة معها بزاف أو التاني لحقاش الأم منكدبش عليكم بينه من ذاك النوع اللي كانت كدت تسترزق بالحم بنتها وش بنتها بنتها تنصصت الليل حق قبشة العيد ميلاد أو عيد ميلاد ما وجدت لي كيكولك أنا قلتها في الفيديو السابق قلت لك المعروضة في دارها المعروضة في النهارات ما في دارها ذاك شي يعني بين وعيد ميلاد السيدة بغاية ترشقت لي ديك الليلة الله أعلم الحاجة ذاك راه غايب بعد بنتها ولا غايب بعد ما عارتم فين وقلت الله ومن نمشي التمن نقصر ذاك شي جاع لغفلا بغا عتا مهم رشقت لي دورت تليفونات كانوا أعدوا الدريات وهتلقى لا بيلانس ولقى البوليس ونهار حامض الدريات كان هدا هو الفيديو ديال اليوم صلى الله فروضكم شكرا لكم بزاف بزاف والسلام عليكم ما تنسونيش من اللايكات ومن تعليق كذلك شكرا لكم بزاف بزاف وإلى فيديو قادم إن شاء الله شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة